موسيقى موسيقى مساء الخير أبعد هذا المساء يتوجه إلى منطقة المغرب العربي الحدث الأبرث كان مؤخرا قطع العلاقات بين الرباط وطهران طبعا المغرب يتهم الإيران بأنها تدعم جبهة البوليسارة وطبعا هذا الموضوع شديد الحساسية في المغرب لكن الأمر أيضا يكشف عن أجندات إيرانية في كل منطقة شمال أفريقيا كان هناك حديث عن تدخل في الجزائر في تونس وفي المغرب إضافي إلى مناطق أخرى نحاول لهذا المساء مع ضيوفنا أن نكتشف هذا السر ماذا وراء الأجندات الإيرانية ماذا تريد أساسا إيران من منطقة شمال أفريقيا هذا المساء معنا الدكتور علي نوري زادة مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية معنا أيضا أستاذ عبدالله ويلد سيديا الكاتب والصحفي الموريداني يسنع البرنامج سيالتحق بنا من تونس ستكون معنا الدكتورة بدرة قعلول وهي رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية من الرباط الدكتور ميلود بالقاضي أستاذ العلم السياسية في جامعة الرباط وسيكون معنا أيضا من باريزة الدكتور كاميل السهري أستاذ العلم الدولية في جامعة السوربون إيران وشمال أفريقيا الأجندات الغامدة بعد الفاصل دكتور علي نوري زادة أهلا وسهلا بك طبعا من حق أهل شمال أفريقيا أن يتساءلوا ما هي الأجندات الإيرانية وهي أجندات قديمة نوعا ما وهذا سجال ما بين المغرب خصوصا وإيران ليس سجالا جديدا لكن بشكل عام ماذا تريد إيران من هذه المنطقة؟ تهياتي لايك لأستاذ عبد الله ومشاهدين العزة دكتور علاقة إيران بجبهة بوليساريو ليست علاقات جديدة وبوليساريو كانت أحدى المنظمات التي زار ممثلها إيران بعد الثورة خلال ندوة أقيمت من قبل الوزارة الخارجية باسم ندوة منظمات الثورية والتعرورية هذا في أي وقت؟ في يناير 2980 وأنا كنت شاهدا في هذا الرئيس في بدايات قيامة الموري الإسلامية نعم في بدايات سنة الأولى فقد جاء ممثلي سبعين منظمة وتنظيم ثوري بعضهم كانوا يمثلون أنفسهم منظمة تهلير الكويت سعودية بحرين إمارات سلطنة أمان وإلى ذلك وإيزان بوليساريو لكن هذا في الوقت كانت كل الحركات الثورية تحج إلى إيران نعم كلهم وبوليساريو أقامت علاقات مع إيران إيران صندت بوليساريو بشكل يعني مش يعني مثير يعني بعض العدوية بعض النقوط بين الهين والآخر إلى أن بدأت الحرب الإيرانية الإراقية كانت اهتمام إيران كان اهتمام إيران مركزاً على تعميل الأصلحة وإدارة جباعة العرب ولكن في نفس الوقت كانوا بهاجع إلى الرعي الأفريقي في منظمات الدولية لماذا؟ لماذا الحاجة إلى الأفريق؟ في مواجهة الإراق إن كان هناك قراراً بمجلس العامن أو بجميع العامن وحتى فيما يتعلق بموضوع معتمر عدم الانهياز فهذا هزا الدول يعني الدكتور الولاياتي وزير خارجية إيران التقى ببعض مسئولية الأفارقة في الأمم المتحدة وصافر إلى بعض البلدان ولكن انتلاق حركة نحو أفريقا يعود إلى أحد أحمد نجات فأحمد نجات إيران كان معزولة كان محاصرة وكان بحاجة إلى صوت الأفريقي وبدأوا يشترون بعض الغادة الأفريقيين كان يحمل معه أكياس من الدولار وتبين مؤخراً بأن قاسم سليماني قائد فيلغ القدس كان يعطيهم فلوس لشراء رؤساء دول صغيرة وعيزاً قاموا باستثمارات في بعض هذه الدول مثل غانا، تنزانيا، مداغاسكار وعينما وجدوا قليلاً من الشيئة كان تركيزهم لأنه خامنه كان يريد نشر المصحب الشيئي لدى إيران سبع و أربعين مركز ثقافي في أفريقيا فرجال مثل إبراهيم زكزكي زعيم الشيئة في نيجيريا سارس رجل كبير كانوا يريدون تجربة لبنان حزب الله في تلك الدول وفشلوا سأعود بالتفصيل إلى كل حالي دكتور علي نوريزادة سيد عبدالله أهلا وسهلا بك مجدداً أشار دكتور علي إلى ناحية مهمة أفريقيا، يعني الموضوع المتعلق بالمغرب ليس مغربياً هو هناك وكأنه أجندات هي ما وراء المغرب العربي ما رأيك؟ تحية لك والدكتور علي نوريزادة والأسادة المشاهدين أعتقد أن المغرب تواجه إيران على الملعب الإفريقي هذا ليس جديداً كما تفضل الدكتور الجديد هو اختلاف الأسلحة إيران تخطت خطوط حمراء في دعمها لجبهة البوليزاريو وفي تركيزها على المواجهة مع المغرب ولم يعد بإمكان المغرب أن يمرر هذه الأجندات الإيرانية قبل قطع العلاقة الدبلوماسية بين الرباط وطهران كانت هناك زيارة مهمة لوزير الخارجي المغربي بالوكالة ناصر بوريطا إلى طهران واجه بها المسؤولين الإيرانيين بأدلة الرباط على التورط الإيراني المباشر في دعم جبهة البوليزاريو بأنظمة صواريخ ستريلا وسام تسعة التي تقلب الموازين والتفوق العسكرية الجوية المغربي في مواجهة جبهة خبيرة بالحرب البرية وسلاح المغربي هذا يعتبر إعلان حرب هذا بمثابة إعلان حرب عندما تستثمر إيران في أقدم مشاكل القارة الإفريقية وهو النزاع في الصحراء بهذه الطريقة فهي تخطط هذه الحدود الخطوة الإيرانية تفهم كما تفضل الدكتور في إطار التغلغل في شمال إفريقيا وإفريقيا لكن لها أبعاد أكبر أعتقد أن إيران الآن هي تتغول في المشرق العربي وهي تريد أن تتغول أيضا في المغرب العربي وفي غرب إفريقيا بذات المنطق هي استخدمت سنوات من التغلغل الهادئ من خلق جاليات موالية من خلق قليات شيعية في مجتمعات سنية 100% وإسلامها هو إسلام صوفي حتى يعني لا يجب أن تؤثر فيها الأجندات الإيرانية عن طريق شراء الذمم عن طريق التغلغل الهادئ خلقت إيران هذه الحاضنات الشعبية بين ظفرين في دول مثل نيجيريا في دول مثل كوديفور في أسيراليون في موريتانيا وحتى في موريتانيا واستثمرت أيضا الوجود الشيعي اللبناني الذي كان قديما على الوجود الإيراني يعني الجاليات الشيعية اللبنانية هي جاليات تجارية ولها رساميل ولها تأثيرات في دول وهي بنت على بنا تحتية موجودة اليوم اعتقدت إيران أنها يجب أن تتجه كما يقول الخبراء اللوجيستيك إلى الناكس لفل إلى استخدام هذه الحاضنات في المواجهات المباشرة لماذا المغرب تحديدا هذا السؤال أساسي لأن المغرب هو من يمثل الواجهة العربية الإفريقية التي تدافع بين ظفرين عن الوجود العربي في هذه المنطقة والمغرب أيضا له مصالح كبيرة مع إفريقيا تصطدم بالضرورة بالمصالح الإيرانية صحيح هذه طبعا مناسبة لنسأل المغرب مباشرة عن هذه القضية بالانتقال إلى الرباط مع الدكتور ميلود بالقادي وأذكر بأنك أستاذ علوم السياسية في جامعة الرباط أريد أن أعرف منك دكتور ميلود ما هي الإثباتات والدلائل والمعطيات التي امتلكها المغرب في شأن دعم إيران لجبهة البوليسار وإلى درجة أن تذهب الرباط إلى قطع العلاقات مع طهران نعم المغرب يتوفر على أدلة واقعية تتمثل أولا في مجموعة من الصور التي التقتها المغرب عن طريق الساتليت تانيا تصريح مسؤول كبير تابع لحزب الله والذي أكد أنه يقدم تمويلات هامة إلى البوليساريو ثالثا هناك مجموعة من التقارير تؤكد بأن مجموعة من أفراد أو من أعضاء حزب الله يقومون بتدريب ميليشيات البوليساريو خصوصا على مستوى حرب العصابات وبذلك فالمغرب لا يمكنه أن يقطع العلاقات مع إيران وأن يصدر بلاغا قويا دون أن يكون متوفرا على كل أدلة التي تؤكد على تورط إيران عن طريق حزب الله في المسألة الوطنية ألا وهي قضية صحراء المغرب هل الأمر اكتشاف جديد طالما كان في تجربة سابقة مغربية إيرانية ما الجديد في هذا الملف؟ لماذا هذه المرة هذا الملف كان ساخرا إلى هذه الدرجة؟ لا أعتقد أن إيران منذ الثورة ومنذ الشاه إلى الثورة كانت لها استراتيجية طاولة المدى وطاولة الأهداف في التواغل الأول في إفريقيا ثم في الشق الأوسط ثم في الشمال إفريقيا ونحن نعرف وهناك مجموعة من الدراسات والأبحاث تؤكد أن إيران كانت تريد التواغل في المغرب العربي خصوصا بعد أن أصبحت رقما أساسيا في معادلة الشق الأوسط وبالضبط بعد سقوط النظام العراقي وأيضا سقوط النظام المصري وتراجع دور السعودية على مستوى الإقليمي العربي فلذلك خططت إيران لتصبح رقما أساسيا أولا في الشق الأوسط والثانيا في المغرب العربي عن طريق توطيل العلاقات مع الجزائر ثم مع جبهة البوليزاريو وذلك لتصفية الحسابات ذات البعد الديني مع المغرب وبالتالي فإن تورط أو إعلان المغرب عن تورط إيراني في دعم البوليزاريو ليس بالجديد ولكن ربما أن الآن الضرف حساس وأن إيران وصلت إلى الحدود أو الخطوط الحمراء لوي قادية الصحراء المغربية وخصوصا أنه قبل قتل العلاقات قام وزير الخارجية المغربي بزيارة إلى طهران وتحادث مع وزير الخارجية الإيراني الذي لم يقدم أدلة مقنعة عن براءة إيران في علاقتها مع البوليزاريو مما دفع المغرب إلى اتخاذ قرار القطيعة بقيفية سيادية لا دخل بالقاضي سأعود إليك بعد قليل أريد أن أعرف دكتور علي النوريزادة إلى هذه الدرجة يذهب الوزير الخارجية طبعا أشار إلى هذه المعلومة أيضا أستاذ عبدالله الوزير الخارجي يعني هم لا يريدون قطع العلاقات بشكل فجائي ذهبوا يحملون ملفا المغاربة ذهبوا إلى الإيرانيين ومع ذلك الإيرانيون لم يفعلوا شيئا وكأنهم ذاهبون إلى الحد الأقصى إلى هذه الدرجة هذه المنطقة مهمة جدا بالنسبة للأمن استراتيجي الإيران تعكيد دعني أوضح لكم بعض الأمور أولا لقد أرسل إيران رجلا اسمه أمير موسوي ربما تعرفه في قنوات التلفزيونية إلى الجزائر هو رجل استخبارات الحرس وين رئيسا للملخيات الثقافية الإيرانية في الجزائر ولكن همه كان مقرب فخلال تواجده في الجزائر حتى الجزائرين اعترضوا على نشاطه دولة أوروپية ربما فرنسا رسدت مكالماته مع جماعات في بوليساريو داخل وهو يتحدث عن وصول فلان دفع من الأسلحة وصول فلان دفع ماليا نقود وسلمت دولة فرنسا ودولة أخرى وامريكا هذه المعلومات إلى المغرب ومغرب بدأت يطابة أنشتة أمير موسوي في الجزائر وإيزا ارتباطات بوليساريو معهم وتبين أن قزية أعلى من سوء تفاهم هناك رجال من هزب الله ومن استخبارات الحرس ومن فيلغ القدس يقومون بتدريب رجال بوليساريو كيف يسقط طائرة أو هليكوبتر أو كيف يصنق متفجرات يعيدون الحال الحوثية أيضا بالزبط مثل اليمن فمغرب أولا ملك المغرب هفيدة فاطمة الزهرة فأيزا في مغرب حالة خاصة الإسلام المغربي إسلام صوفي إسلام لطيف متصاهل متصامع فإسلامهم إسلام شيئي متعصب فهذا كان في تعارض كامل ملك المغرب رئيس لجنة فلسطين فهؤلاء يدعون بأنهم سوف يحررون فلسطين وملك المغرب صديق أسرة بحلبي ملكة فرح عندها فيلا بالمغرب تغذي مؤزم وقته يعني هم يأخذون عليه هذا الموقف أي بالتأكيد وابن شاه رزا بحلوي الآن في المغرب يعني هم علاقة آئلية بينهما وقضى شاه آخر أيامه قبل وفاته في المغرب بعد أن يذهب إلى آخر أشهر من حياته فهؤلاء ينظرون إلى مغرب باعتبارها دولة أفريقية عربية مسلمة ذات جاذبية خاصة يعني مغرب قادر على أن يكون منافسا ندا لإيران في أفريقيا مصر الآن منشغلة بأمورها الداخلية بقضايا وهذا ما أشار إلهي بستاذ عبدالله إعادة بناع المجتمع المصري ورغم أن السعودية لديها اهتمام خاص بأفريقيا ولكن عندها مشاكل في اليمن وفي مواجهة إيران والسوريا وغيرها فلذلك مغرب يبقى الدولة الوهيدة التي قادرة أن تتنافس مع إيران وتصد زحف الإيراني نحفر سيد عبدالله واضح جدا أن المغرب لديه تجربة في صد هذا التسلل الإيراني لكن إلى أي مرحلة إيران نجحت في دخول بين مزدوجين السوق المغاربي في الدول الأخرى أنا أعتقد أن السوق المغاربي إيران لم تستطع أن تتغلغل فيه بما يكفي لأن آليات التغلغل الاقتصادي ليست من أدوات إيران وهذا السوق يحتاج إلى هذه الآليات هي استطاعت أن تتغلغل طائفيا أن تتغلغل عقائديا شيئا ما ولكنها لم تتغلغل اقتصاديا وإيران لا تستثمر فيما يسر هي تستثمر في المشاكل أساسا ولهذا جاء التركيز على جبهة بوليزاريو دكتور أشار إلى وضع مهم إلى قضية إبراهيم زكزكي ونيجيري أنا أعتقد هذا مفتاح فيصل هذه القضية فيصل لفهم الدور الإيراني برمته إلى حدود قريبة لم يوجد في نيجيريا وهي أكبر دولة مسلمة في إفريقيا أي شيعي واحد لا يوجد فيها أي وجود شيعي استطاعت إيران عبر شراءة سياسة الولاءات وشراء الذمم أن تزرع ملة شيعي عنيف ولديها أتباع مسلحون أين؟ في حاضرة الخلافة السنية الصوفية في كانو في شمال نيجيريا أتباع الزكزكي وصلوا إلى خمس ملايين وأصبح يتحدى السلطة علنا أصبح أتباعه يحملون السلاح علنا ضد لاقوس ويكفرون الرئيس ويكفرون باقي الأئمة والنموالج المتصوف وأصبحوا أكثر تهديد للسلطة في نيجيريا من بوكو حرامة التي هي أصلا منظمة سلفية داعشية بامتياز هذا يعطي تصور عن إلى أي مدى تستطيع إيران أنا أسميها سياسة زراعة الديناميت وأن تحصد هذا الديناميت في الوقت المناسب أن تترك تحت الرماد جذوى تستطيع أن تتقد في أي وقت أن تشتعل في أي وقت في موضوع البوليزاريو الوقت كان هو الفيصل إيران منذ فترة بعيدة هي تعمل على هذا الملف الجديد فقط بالإضافة لما تفضل به الدكتور وهو معلومة جد مهمة سقوط طائرة بوفاريكا C-130 التي سقطت بعد إقلاعها كانت متوجهة إلى تندوف هذه مؤخرا مؤخرا يقال هذا فيها طبعا 25 من أعضاء جفة البوليزاريو يقال أنه كان فيها خبيرين لبنانيين في صناعة وتركيب المتفجرات تم تشيعهم في الضحية الجنوبية بعد ذلك بأسبوعين ثمت سؤال جوهري دكتور لماذا اتجه المغرب رأسا بالأدلته إلى طهران وقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران وليس مع لبنان لغم أن الدورة الفاعل هو لحزب الله السبب أن المغرب ليس بهذه السداجة هو يدرك أن من يحرك حزب الله ومن هو إيران وليس الحكومة المتحدة سنحاول أيضا في القسم الثاني أن نفهم أكثر في مناطق أخرى كيف وخصوصا في تونس أيضا طالما كان مفاجئ أن إيران أخضر لديها هذا الجهد في تونس ينضم إلينا طبعا ضيفتنا من تونس إضافة إلى ضيفنا من باريس بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد إيران وشمال أفريقيا العجندات الغامضة في القسم الثاني نذهب مباشرة إلى تونس مع دكتورة بدرة قعلول بأذكر بأنك رئيسة المركز الدولي الدراسات الاستراتيجية أهلا وسهلا بك أنا أريد أن أعرف منك مباشرة برأيك ما هي خطط أهداف إيران في دول المغرب العربي بشكل مباشر شكرا لكم على الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع يعني إيران وتوجدها في المغرب العربي بعد أن كنا نتحدث عن أهداف إيران وأطمحها الإقليمية في الشرق الأوسط الآن بعد الأزمة الحاصلة الدبلوماسية الإيرانية المغربية وحتى قبلها في كثير من الأصوات تقول أن إيران لها تواجد يعني والمطامع في شمال إفريقيا وخاصة في المغرب العربي هو كتواجد دبلوماسي ما بين تعاون دبلوماسي وصفرات موجودة في داخل دول المغرب العربي الصفرات الإيرانية موجودة في تونس الجزائر المغرب يعني وكانت في ليبيا وكانت قبل الثورة الليبية كانت موجودة وكان فيه يعني أخذ وعطا كبير جدا ما بين المشاكك في دور إيران داخل المنطقة والغير المشاكك على كل حال لها أطمع ربما يكون لها أطمع بطبيعة الحال كأي دولة لها أطمع خاصة الأطمع الاقتصادية والأطمع التمركز وما إلى ذلك والتموقع وخاصة إيديولوجيا وأدبيا باعتبار أن المكاتب الثقافية الإيرانية موجودة كالمكاتب مثلا الثقافية لصفارة فرنسا أو صفارة بريطانيا كذلك هي تسعى من خلال تواجدها من خلال صفاراتها بالمكتب الثقافي المكتب السياسي بالصفارة يعني أكيد أن لها مطامع كبيرة داخل في شمال إفريقيا ولكن أنا أعتبر أن مطامعها الأكبر هي في إفريقيا وليست في شمال إفريقيا وليست في المغرب العربي أكثر مباشرة حتى نعرف ماذا تريد إيران البعيدة من تونس في شمال إفريقيا تونس بالذات ماذا تريد إيران البعيدة من تونس إيران البعيدة ليست من تونس فقط إنما بعيدة حتى عن المغرب وعن الجزائر لكن البعد التاريخي ربما نحن نعرف أن الدولة الفاتمية قد حكمت كثيرا في تونس يعني هناك خلفية تاريخية إيديولوجيا تاريخية تريد أن تسترجع ربما هذا الحنين إلى التاريخ وتريد كما قلت لك أن تفتح الأبواب بالنسبة لها يعني على مستوى اقتصادي وتتموقع اقتصاديا ثم إيديولوجيا وما نراه اليوم يعني ما التحرك الإيراني هو تحرك إيراني على مستوى إيديولوجي وأنهم يحملون هم القضايا العادلة أو المسلمين يعني وكأننا نرى في البداية يعني بعد الثورات هناك كان فما هناك أخذ وجذب ما بين الإخوان المسلمين وإيران ثم الآن يرجع الإخوان المسلمين إلى الحضن الإيراني ويكرم راشد الغنوشي في العيد الوطني لإيران وكأنه هناك يعني نوع من المغازلة السياسية وأنه ربما تفتح الأبواب باعتبار أن الإخوان المسلمين بين قوسين كذلك يعتبرون أنفسهم أنهم لديهم مفاتيح التونس وربما يسهلون لهم عملية العبور لكن هنا كما قلت تبقى دائما الحاكم والمتمكن هو أن الشعب التونسي وأن تونس سنية بامتياز وليست لها الإنخراط الشيعي لهذا أن المكتب الثقافي مثلا الإيراني عندما يعمل لا أرى أنه يعمل من أجل هو يحاول أن يبث نوع ويحمل هذه الإيديولوجيا في أماكن معينة لكن أنا أقول أن أطماعها داخل تونس أو أطماعها في المغرب العربي لن تصل إليه أنا متأكدة أنها لن تصل إليه وهي بعيدة مدى عنها طبعا كان أطلت كلام مهم جدا هذه العلاقة ما بين الإخوان المسلمين وإيران وطبعا كانت تتحدث عن الغنوشي لكن أيضا أعتقد أنه كان في علاقة بين إيران وحتى الإسلام السياسي الجزائري في مرحلة معينة في التسعين بالنسبة للسيد غنوشي احتذنت إيران السيد غنوشي لـ 25 آمن نشرت كتبه كتب سيد غنوشي نشر كلها في إيران أو في إيطاليا من قبل ملهقية ثقافية ولكن السيد غنوشي كان أذكى وأكثر وطنية من مؤذم هؤلاء إخوان المسلمين أو مسلمين المتزمتين غنوشي لما دخل بلده شاهد بأن هناك تطور مثير في المجتمع التونسي لا يمكن فرز الإسلام السياسي على التونسيين فلذلك بمغدار الذي اقترب من قوى الألمانية ابتعد عن إيران غنوشي في تونس لم يكن بهاجع إلى الدولار الإيراني حتى ينشر كتبه أو إلى هاجع كان بمصابة زعيم البلد وغنوشي من بين غادة الإسلاميين كان ربما الوحيد الذي حافظ على إحترام ولكن ابتعد عن أجندة إيرانية لم يسمع لماذا هو وقت؟ لم يسمع لأنه هو تعرف بأن هذا البلد مختلف تماما هذا البلد متعذر الله يرحم حبيب برغيبة تور هذا البلد هذا الجانب التونسي في موضوع الإسلام السياسي من غبل راشد الغنوشي وهو أوسى الإيرانيين لا تسعو إلى نشر المذهب الشيئي بتونس التونسيين المتسامهين ليسوا بهاجع إلى الشيئي صني هم يعني ينظرون إلى الشيئة كأخوة فلذلك نسائه قنوشي تلقت أذانا مسموعة في إيران أستاذ عبدالله في هذا الشأن أيضا طبعا تحدثت عن موضوع أنشطة التشيع لكن أيضا إيران لم تعتمد على هذه المسألة فقط اعتمدت أيضا على وجود تيارات سنية سياسية تنتمي الإسلام السياسي في كل الدول في مرحلة معينة كانت العلاقات واحدة كانوا يجتمعون كان لديهم هدف واحد حتى إديولوجيا بالتأكيد هو لكي نفهم أن تغلغوا للإيراني جاء على مراحل في مرحلة معينة تم الاستثمار في التيارات الموجودة لأنه لا وجود أساسا لشيئة أو لمذهب جعفري وتم البناء على أي شيء خطاب إسلامي عموما تعالوا نحن أمة واحدة التفرق متى حدث في الأجندات كان في فترة لاحقة لدينا نموذج جيد في الجزائر وعلى كل حال الحكومة الجزائرية أيضا لديها هواجس من إيران في هذا الصدد في الجزائر ماذا فعلت إيران؟ لم تكن هناك أي نوع من أنواع لقليات الشيعية لكي تبدأ إيران البناء عليها استثمرت في الأباضية التي هي طائفة موجودة طائفة عقائديا هم خوارج وعقائديا يفترض أنهم على عداء مع إيران لأنهم يكفرون أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه استثمرت إيران في أحداث غرداية بين الأباضية الذين كانوا مسالمين ولم يكن لديهم أبدا كانوا يعرفون أن حدودهم وأنهم موجودون في مجتمع سني ولا يريدون الاستدام بهذا المجتمع وأعتقد أن أفضل نموذج لهذا السلام سلطانة عمان هو الموجود في سلطانة عمان كما تفضل الأباضية الجزائرية ابتداء من فترة 2000 إلى اليوم أصبحت تتشكل في مظهر آخر أصبحنا نشاهد صدامات يومية في مدينة غرداية بين السلطة وبين الشبان الأباضيين البعض يقول أن هناك تنسيق على مستوى عالي بين الملحقية الإيرانية في الجزائر وهؤلاء هذا يعطي تصور عن الدور في النهاية إيران حتى الشيعة إذا لم يخدموا النموذج الذي تريده إيران هي تبيعهم أنا أريد أن أعود إلى تونس حتى نفهم أكثر الحال التونسي لأن أنا شخصيا تفاجأت بالحال التونسي وهي حال كثيرا ما نسمع عنها أو يكتب عنها طالما أن الضجيش كان أكثر في المغرب وأريد أن أعرف منك أيضا دكتور بدرة ما هي الأدوات والوسائل التي تستخدمها إيران الإنخراطي في داخل تونس؟ كما قلت لك الإنخراط داخل تونس هو حضورها تعاملها مع المجتمع المدني لأنه في السياسة والسياسيين عندهم ارتباطات معينة فهي ظهورها السياسي أو تعامل مع الأحزاب محتشم نوعا ما لكن تحاول أن تدخل بآليات أخرى آليات المكتب الثقافي آليات التعامل مع الإعلام مع الشخصيات المجتمع المدني هناك نوع من التقارب وأن إيران ليست لها مطامع في تونس بل لهمها الوحيد هو إنقاذ الأمة الإسلامية وأن الناس تعيش في أمن وسلام والمقاومة ضد الاستعمار الأمريكي والاستعمار الصهيوني هذه آلياتها يعني الآلية دائما أنا أرى أنها آلية إيديولوجية بحثة وأن التمرير المشروع الإيراني سيكون إيديولوجي ومواقف إيران كلها إيديولوجية وهم يحسبون وهم لا ننكر أن إيران ذكية ذكية جدا من خلال تعاملها ودخولها وأن لها النفس الطويل ومن هنا تدخل فلا تدخل باسم الشيعة إنما تدخل باسم الإنسانية وباسم الأمة الإسلامية وتسميات مختلفة كذلك أن السفر إلى إيران يعني كل هذا هو نوع من الجلب جلب يعني هذه آليات لكن إلى أي مدى هي هذه الآليات يعني الجلب من نوع هذا الإيديولوجي إلى أي مدى هو ناجع ناجع ربما يكون ناجع في مناطق معينة التي لها الأرضية متوفرة وجاهزة وأرضية يعني إيديولوجية متوفرة لكن أنا لا أرى بصراحة أعيد وأكرر أنني لا أرى بالرغم أنها تتعامل يعني بآليات معينة إيديولوجية بحثة بتواصل مع إعلام أو تواصل مع شخصيات مذقفة أو لعب شوية على السذاجة فهو لا يوصلها إلى الكثير من الأشياء لكن يبقى دائما الحذر واجب أريد أن أشكرك جزيلا شكر دكتورة بدرا كنت معنا من تونس المجتمع المدني أيضا هو أداة من أدوات إيران المجتمع المجمعيات التي تدافع عن البيئة ويقول ذلك قد تكون أدوات من أدوات إيران أنت صحفي تونسي تعطيك الدعوة لزيارة إيران في آياد الثورة وتصحب إلى إيران وترى جميل إسوهان شيراز وعند أودتك عندك يعني تأثير عن إيران التي تراه هذا إيران مختلف عن إيران الشعب الإيراني عن إيران الغم سجن إفين تاوت معك كيلو بن زعفران سجاد إيراني هدية من وزارة الإرشاد وتواصل لكن أكثر من ذلك وأريد يعني أن وأستشيرك في هذا الموضوع وأستشيري أستاذ عبدالله في هذا الموضوع حصل في رد فعل في منطقة المغرب العربي وخصوصا في تونس ضد الإسلام السياسي وضد الإخوان المسلمين وضد حركة النهضة لكن غريب في الموضوع أن هذه التيارات السياسية التي يفترض أن تنتمي إما إلى اليسار إما إلى القوميين العرب يرون في إيران دعما أو حليفا منطقيا لما هو ضد الإسلام السياسي كيف تفهم ذلك لا لا أقول لكم هناك صورة غير دقيقة للسنوات الدعاية الإيرانية القوية جدا هاتو عنده قناة تليفزيونية اللغة الإسبانية لبعث دول في تلك المنطقة إنجليزية فرنسية عربية رسموا صورة السعودية كأنها تدئم التطرف مسحب الوحابي ونهنو شيئة باب اجتهاد مفتوح عندنا هكذا صورت إيران نفسها منغز هذا الشعوب من الإسلام السعودي وصفوا إسلام الإيراني إسلام السعودية حتى ترك تأثير على سادة تسويق كل ما هو ثوري وكل ما هو لا لا أبدا أبدا تسويق مهرجانات الفيلم لدينا في إيران مهرجانات الفافلان كل السنة أرسلوا فنانات الإيرانيات إلى تونس إلى مغرب مغنين إيرانيين ذهبوا إلى مغرب وعقاموا هفلة مع مغنية مغربية يعني دعني أستاذ عبدالله في هذا الشأن أنت ابن المنطقة نوعا ما يعني لو نكتشف هذه التعويذة بأنه جماعة اليسار ومن هم ضد الإسلام السياسي السني هم مع الإسلام السياسي الشعي اللي بتمثلوا إيران أنا أعتقد أن اليسار لا يعيش أفضل أيامه أموما على مستوى العالم وفي المنطقة الشمال الأفريقي هناك يساريون قابضون على الجمر منذ أمد بعيد انهار الاتحاد السوفيتي وروسيا لم تعد تطلع بالدور المطلوب منها الدور الإقليمي المحوري لمصر كقوة داعمة للقومية العربية تلاشى أو يكاد لم تعد بتلك التأثير ومن الطبيعي أن يملأ الإيرانيون الفراغ والمشكلة كما تفضل الدكتور هم دائما يطرحون الشعار أنه نحن لا نتدخل في الثوابت لا نريد أن نزرع أفكار نحن نريد أن نساعدكم كيفما تأتى لنا ذاك في مرحلة معينة يقع التأثير ولكن هناك نماذج الدول المغاربية ليست كلها على قلب رجل واحد في هذا الموضوع في موريتانيا مثلا من وقف في وجه المد الإيراني هو التيار البعثي القوي التيار البعثي الموريتاني المتجذر في الجيش وفي مفاصل الدولة وفي هيئة المجتمع المدني هذا التيار تنبه بسرعة إلى أن التأثير الإيراني أصبح طاغي وأصبح يواجه هذا التأثير في المنتديات في المجتمع المدني هناك تأبين سنوي لصدام حسين باعتباره شهيد وهناك محاولة ما أمكن من هذا التيار إلى ملأ هذا الفراغ والقول بأنه يعني توعية المجتمع بأنه قد نتفاهم كقوميين عرب مع قوميين عرب ثانيين أو مع المجتمع ولكن لا ينبغي لغريب الآخر القادم من بعيد أن يزرع مداهب بيننا أو أن يحاول التأثير علينا وأعتقد أن هذه السياسة إلى الآن تفلح بدليل أن الدولة لا تستطيع أن تساير الأجندة الإيرانية رغم التأثير وهنا أشير إلى أنه في أحمد نجات تحديداً كان من الرؤساء الإيرانيين الأكثر تأثيراً في إفريقيا في مرحلة معينة باصات إيرانية أصبحت مفصلة لشركة النقلة الموريتانية طبعاً كلها خردة وتعطلت في وقت لاحق ولكن تحقق الغرض إيران هنا إيران موجودة في القسمة الأخيرة أيضاً سنحاول أن نفهم أكثر مسارات هذا الموضوع وعلاقته بأوروبا طالما أيضاً سيكون معنا الدكتور كميل الساري في هذا المجال وأشكر أيضاً ما زال معنا أيضاً من الرباطة دكتور بلقاضي أشكرك جزيلاً شكر دكتور علي نوريزادة ستغادرنا ولنا طبعاً موعد أخرى ونعود إليكم أهلاً بكم من جديد إيران وشمال أفريقيا الأجندات الغامضة سأتوجه من جديد إلى الرباط مع دكتور ميلود بالقاضي أريد أن أفهم منك أيضاً هذه الأزمة هي أزمة منذ أسابيع لكن أيضاً المغرب وإيران لديهم أزمات سابقة ما هي الأنشطة الإيرانية السابقة التي كانت تأخذ على إيران في المغرب نعم العلاقات المغربية الإيرانية منذ سقوط النظام الشاه ولجوء الملك الشاه إلى المغرب دخلت العلاقات المغربية الإيرانية الإيرانية في المد والجزر بمعنى أن العلاقات المغربية الإيرانية كانت دائماً علاقات هشة علاقات فيها كثير من الحذر واليقضة وكان المغرب دائماً يريد أن يحافظ على علاقاته مع إيران إلا أن إيران كانت لها أهداف أخرى أهداف ربما تتجاوز العلاقات التنائية إلى التوغل في شمال إفريقيا وقد الآن اقتنع الكل كل دول عربية اقتنعت بأن إيران لها مخطط جهنمي مفاده هو بناء الدولة الدولة الإيرانية الكبيرة أو الدولة الإسلامية الممتدة من إيران إلى دول الخليج إلى الشرق إلى المغرب فلذلك فالعلاقات المغربية الإيرانية كانت دائماً متوطرة وهنا لابد أن نتذكر الموقف الشجاع الذي وقفه الراحل الملك حسن الثاني حينما اتهم الخميني بالكفر بعد أن تبت تورط هذا الأخير في مجموعة من العمليات غير الأخلاقية وغير القلونية داخل أريد أن أشكرك جزيلة الشكر دكتور ميلود بالقاضي كنت معنا من الرباط هذا الإصرار الإيراني على نتحدث عن أيام الملك الراحل حسن الثاني وإيران مصرة على أن يبدو أن هناك مشكلة إيرانية مع المغرب بالذات هي تلعب في بقية الميادين أما المغرب ويبدو كما أشرت يعتبر نداً أو سداً ضد الطموحات الإيرانية في هذا البلد هناك مشكلة أساسية وأزلية بين النظامين الإيراني والمغربي أن المغرب هي الدولة الوحيدة التي تسحب المرجعية الدينية العلوية مرجعية التدثر بعباءة أهل البيت من الملالي في إيران لأن النظام المغربي هو نظام مبني على مشروعية دينية محددة وكأنك تقارب أيضاً نفس المدخل الذي يتعاملون به مع السعودية التي تعتبر مرجعاً تماماً نفس الشيء هي إيران لا تريد لأي مرجعية دينية ذات معنى أن تتسيد في منطقة معينة إذا كانت واجهة السعودية في المشرق فهي بالضرورة ستواجه المغرب في المغرب العربي لكن الأهم أن المغرب هو عكس إيران هو يتجه إلى إفريقيا بمنافع بشركات اتصالات، ببنوك، بتصدير صلاعة باستقبال عمالة ومهاشرين في نوع من الأخذ والعطاء الحميد والإيجابي بين المغرب وإفريقيا إيران هي على العكس تماماً إيران هي لا تستثمر إلا في المشاكل هي تبحث عن نشر مذهب يرغم أن دولك الصين تستثمر في أفريقيا دولك تركية تستثمر في أفريقيا ولكن لم نجد أن هناك لماذا؟ لأن الصين ليست لديها مرجعية تروجها وحتى تركيا تخلت عن لا تروج لمذهب في أفريقيا هي تتبع مصالحها الاقتصادية وهي ناجحة في ذلك أكثر من إيران للأمانة المشكلة مع إيران تحديداً أنه حيثما وجدت وجدت البلبلة حيثما تمددت أذرع إيران في مجتمعات هي مجتمعات هادئة ومسالمة ومتصوفة بالعادة زرعت بذرة لمشاكل معينة نحن عندما نتساءل عن جبهة البوليزاريو هذا المشكل قائم من 72 إلى اليوم الأمم المتحدة نفسها عجزت عن حله ولكنها أبقته في حالة الخموت عبر مشروع الاستفتاء وعبر وقف إطلاق النار وكل هذا لماذا يزعج إيران هذا الخموت ما الذي لدى طهران لكي تزرع جذوة نار جديدة في هذه المنطقة ماذا ستستفيد لو أحرق المغرب وجبهة البوليزاريو بعضهما الجيران يتوجسون حتى الجزائر بالمناسبة ليست سعيدة بهذا ولا تريده لأن الجزائر ورغم أنها الدعم الأساسي لجبهة البوليزاريو هي لا تريد اشتعال المنطقة من جديد ولا تريد حربا أخرى في هذه المنطقة وعلى أقل هي تريد حتى دعمها للبوليزاريو يجزء من مصالح الجزائر وهي لا تريد لهذه المصالح أن تصادر بقبل إيران تماما أن تصادر بقبل شخص حاول أن أفهم أيضا الموقف الأوروبي في هذا الشأن مع دكتور كاميل الساري وأستاذ العلاقة الدولية في جامعة السربون دكتور كاميل برأيك أنت من باريس لماذا إيران؟ لماذا في باريس؟ لماذا حضرتكم في أوروبا؟ تعتبرون أن هناك أجندة كيف تفسرون؟ ما هي مصالح طهران في منطقة شمال أفريقية؟ نعم هذا ليس بالجديد في التسعينات كانت هناك تدخلات إيرانية في الجزائر ودعمت عدة أحزاب منها حزب الإنقاذ الإسلامي وكذلك دعمت ربما يقال لما كنت أزور الجزائر يقال أنه كان هناك تمويل لأن هذا الحزب كان عنده إمكانية كبيرة جدا لا يمكنه ولن يستطيع ولم يكن في استطاعته جنيها بشكل أو بآخر في المغرب أنا مارست عديد من الأنشطة الدينية في المغرب في المساجد لم نكن نرى ولو شيعي الشيع لم يكن موجودة وإنها في المغرب وفي السنوات الأخيرة بدأنا نرى يعني تواجد مغاربة ينتمون إلى الطائفة الشيعية في هذا الركن أو ذاك ولكن يمكن أن أقول بشكل جازم أنه هي أقلية قليلة جدا فهم يودون يعني فرد المذهب الشيعي لأن إفريقيا الشمالية هي والمغرب والجزائر خصوصا هذه البلدان يعني التي فيها نسمة كبيرة هم كلهم سنيون مالكيون من المذهب المالكي فالتأثير هو ليس فقط يتجه إلى شمال إفريقيا ولكن عبر المغرب والجزائر هو يتجه إلى باقي الدول الإفريقية تماما هذا ما نقصناه أيضا دكتور كامير لكن أريد أن أفهم جانب آخر أوروبي هو له علاقة بما تراه أوروبا أيضا في هذا المجال هل أيضا التغلغ للإيراني في شمال أفريقيا هل ممكن أن تعتبره أوروبا تدخلا على محيطها مكانها أمنها استراتيجيا أيضا الدول ما يسمى بدول جنوب المتوسط أي الدول المغاربية هي دول يعني عندها روابط بشرية كبيرة ومكتفة مع أوروبا أي هنا عبر الهجرة السرية وكذلك عبر العمليات الإرهابية التي وقعت في الدول الأوروبية هي لا أقول أنها أتت من دول الشرق المتوسط ولكن هناك تأثير وهناك ترابط وهناك كذلك عديد من الحذر من طرف الأوروبيين فالأوروبيون هم يهتمون كثيرا بهذه المنطقة وإيران في تواجدها في عديد من البلدان يعني في الشرق الأوسط تود أن يكون عندها تواجد كذلك في شمال إفريقيا لمعاكسة المصالح الأوروبية وهذا في منطقها أن هذه الدول هي دول مسلمة ويجب إشراكها في هذا المذهب المذهب الشيعي والأوروبيون هم لا يهتمون بهذا المذهب أو ذاك هم يخشون أن يكون هناك ارتباط مع الإرهاب ويعلمون أن إيران مولت عديد من الجماعات الإرهابية هذا الموضوع ليس فقط موضوع له علاقة بشمال أفريقيا هذا موضوع له علاقة بالأمن الأوروبي وأيضا له علاقة برعاية الإرهاب ومع ذلك لم نرى حتى في السجال الحاصل حاليا في موضوع العلاقة الأمريكية الإيرانية وحتى موضوع الاتفاق النووي أو حتى في موضوع المطالبة بوقف زعزعة الاستقرار الذي تقوم به إيران في المنطقة لم نشعر أن أحد يتحدث من الأوروبيين عن هذه الأنشطة الإيرانية في شمال أفريقيا في الضفة الأخرى من المتواصل لماذا؟ لأن نأخذ أمثلة بسيطة مثلا الوجود الفرنسي في الغرب الإفريقي وفي شمال إفريقيا لو قلبت أي حجر في السينيغال أو في موريتانيا لو وجدت تحته فرنسا الشركات الفرنسية أريفا والستروم وتوتال وألف هي شركات تتسيد المشهد هناك لو كانت تغرغل الإيراني تغرغل الاقتصادي لحدث الصدام ولكن التغرغل الإيراني ليس تغرغل الاقتصادي هو تغرغل عقائدي لأبعاد سياسية بعيدة الأمل في النهاية هناك حدود طهران مهما استبدى بها محاولة التغرغل هي لا تستطيع أن تهدد مصالح دولة مثل فرنسا أو أنهم يعتبرون أن هذا خطر الإيراني على أوروبا يعتبرون أنه خطر هامشي لماذا؟ لأنه يهدد المجتمعات نفسها ولا يهدد المصالح الأوروبية لو كانت لإيران شركات قوية تتصارع بنجل الحصول على امتيازات في هذه المنطقة لا يهددتها هذا يفسر بالضبط التركيز الإيراني على المغرب دون غيرها لأن المغرب يسحب من تحت يد إيران هذه الفزاعة هو ليس دولة استعمارية هو دولة تقدم خدمات ولديها شركات توظف ناس وهو فوق كل هذا وذلك يعطي الناس الأمان العقائدي هو لا يحاول التدخل في طريقتهم في التفكير أو في الصينيون كما تفضلت موجودون الأتراك أيضا موجودون في تركيا في هذه المنطقة وهذا كله أزعج أوروبا أكثر من الوجود الإيراني لأن هذا الوجود الإيراني يفتت المجتمعات يعمل على زراعة قيم دينية جديدة في هذه المجتمعات والحصاد يكون سريعا والمثل في نيجيريا وفي الكوديفور وحتى في سراريون يبقى الإشارة إلى موضوع مهم جدا إيران ومن خلفها حزب الله اللبناني استثمروا في المال الفاسد الماس الدموي الذي يسمى البلاد دايمون تسميه أوروبا البلاد دايمون استثمرت فيه إيران وحزب الله اللبناني من ورائها وهناك شبكات جد معقدة تستخدم المتمردين في بعض دول مثل وسط إفريقيا وفي بوروندي وفي رواندا وحتى في سراريون في السابق من أجل استخراج الماس وبيعه فيما بعد وعائداته تذهب لا أحد يدري إلى أين هذا كل جزء من إطار من منظومة تحاول عن طريقها إيران فرض سلطة وسطوة دينية معينة ولم لا تفتيت هذه المستقبل هذا يعيدني أيضا إلى باريس دكتور الساري حول هذا الشأن هناك أيضا جدل أن أوروبا ذاهبة باتجاه إيجاد صيغة جديدة في التعامل مع إيران وخصوصا في موضوع النفوذ الإيراني في المنطقة هل هذا التغلغ الإيراني في منطقة شمال أفريقيا هو جزء من الهموم الأوروبية التي ستطرح على الطاولة مع إيران مستقبلا؟ بكل شك يعني قرار الرئيس الأمريكي ترامب بإلغاء هذه الاتفاقية مع إيران فهو يعتمد على القول بأن هذا الاتفاق لم يشمل تدخل إيران في ملفات الشرق الأوسط في سوريا العراق إلى آخره وكذلك ولم يتكلم كثيرا على شمال إفريقيا لأن بالنسبة لي ليس شمال إفريقيا هي تحتت بين قوسين عن نفوذ الأوروبي ولكن الأوروبيون والرئيس الفرنسي إذا كانت هناك وهذا احتمال إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران وربما في تحضير ملف جديد ونقاشات جديدة لإبرام اتفاق جديد فملف تدخل إيران في عديد من البلدان ومنها بلدان شمال إفريقيا سيكون معروضا والاتفاق لن يشمل فقط الملف النووي ولكن كذلك التدخلات تدخلات إيران عبر الحوتيين أشكرك جزيلا شكرا دكتور كاميل السهري وستاذ علاقة الدولية في جامعة السوربون أيضا أريد أن أنهي معك أيضا في سؤال أحيانا يوجه اللوم لإيران بأنها تستثمر بأنها تشيع بأن لديها علاقات أمنية مع هذا الطرف أولاك هي تدخل وتخترق وتنخرط وتتوغل في أفريقيا أين العرب؟ هذا السؤال جد مهم نحن نلوم إيران على ما لا يجب أن نلومها عليه أنت عندما تذهب للبحث عن مصالحك ويغيب أعداؤك وتفتت المجتمعات من أجل الوصول إلى أهدافك هذه سياسة قديمة قدم الاستعمار نفسه فكرة الاستعمار أين العرب؟ أين دول وازنة في المنطقة مثل مصر؟ مصر في فترة معينة كانت هي بوابة إفريقيا ومفتاح إفريقيا كانت الوجود المصري الطاقي وكان معظم القادة العرب ومعظم حركات التحرر دعمتها مصر كانت مؤسسة لحركة عدم الانحياز في مرحلة معينة دول الخليج غائبة تماما هذا النظرة الدونية لإفريقيا هذا النظرة الهامشية لإفريقيا عدم محاولة ملأ هذا الفراغ نتيجتها الحتمية هي تغلغل الإيراني وهي المنافي لمنطق العقائد للمنطقة أعتقد أنه على العرب عموما على الدول العربية على دول الخليج على مصر أن تعي أنه عندما لا تبحث عن مصالحك وعندما لا تحاول مواجهة عدوك في الأراضي البعيدة فهو سيأتي إليك وهذا ما حدث عندما تريد أن تكسب المعركة ضد إيران فأنت لن تكسبها في اليمن بقدر ما ستكسبها في إفريقيا عندما تترك لإيران هامش كبير من أجل أن تسيطر وأن تتغور في القارة الإفريقية فأنت عمليا تخسر ما يجب أن لا تخسره خاصة أن هذه المجتمعات هي أقرب إليك نفسيا هي أقرب إليك عقائديا هي مجتمعات سنية 100% أنت لا تحتاج إلى الكثير لاستمالة هذه المجتمعات وأعتقد أنه إذا كانت هناك نقطة ضوء في هذا فإنه يجب أن تمنح للمغرب لأنه هو من يسعى إلى التواصل مع إفريقيا والإسان عكس أعتقد قتل علاقات مع المغرب أيضا كان جرس إنزار لكل المنطقة أشكرك جزيلا شكر دكتور عبدالله ويلدسيديا الكاتب والصحفي الموريتانيا طبعا كان معنا في الستوديو دكتور عليل ورزاد يا صديقنا مدير مركز دراسات العربية الإيرانية أشكر أيضا من تونس رئيسة المركز الدولي دراسات الاستراتيجية دكتورة بدرية قعلول من المغرب كان معنا دكتور ميلود بالقاضي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الراباط وأيضا من بارس كان معنا دكتور كميل الساري أستاذ العلوم السياسية استاذ العلقات الدولية في جامعة السوربون إيران وشمال أفريقيا الأجندات الغامضة شكرا لانتباه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة